موسيقى الان سبع الاف تذكير الاسبع الاف وخمسمية وننتظر ما سيأتي قبل بداية اللقاء على الساعة الخامسة اعود حسن الى شهادة وردت قبل قليل في الروبرتاج الذي وقع يوسف سهيلي ديربي واللبحة المسرحية مع كل ديربي تبدأ الجماهير البيضوية في التساؤل عن امكانية انتهاء مرة اغرى متعادلا وهي النتيجة التي غالبا تحسن مباريات الغريمين وقد بتأت هاتي الحتمية او ما يشبهها في ازعاج الجمهور وربما قد يترجم ذلك عبر شعارات قد ترفع في ديربي اليوم نعم اظن انه اشهر سهيلي واشهر المتدخل من الجمهور بالنسبة للمسرحية انشئنا القول حسب تعبيري على اعتبار النتيجة التي تسجل خلال كل مقابلات يوسف سهيلي ذكرت 8 تعادلات او 7 تعادلات خلال اللقاء العشر الاخيرة ربما هذه اعطت واحد صورة عن الجمهور ان اللقاء يتفق على نتيجته مسبقا وبالتالي ليس هناك منافسة بالمعنى الحقيقي للكلمة هل هذا الامر صحيح ام لا على اين هذا السبب كان من بين اسباب اخرى لمقاطعة هذا الدربي نعرف ان فريق الوداد الذي يستقبل وفريق الرجاء الذي يحلو ضيفا بميدان مراكم محمد الخامس يتنفسان على اللقاء